مع التوسع الديمغرافي الذي تعرفه ولاية لبراكنا وتماشيا مع التوجه نحو توفير تغطية صحية شاملة تواكب تطلع السكان وتعزز قدرة المستشفى المركزي القديم بمدينة ألاك ستستفيد الولاية من إنجاز مستشفى جهوي سيكون المنشأة الصحية الأكبر على مستوى الولاية وذلك ضمن برنامج أولويات الموسع لرئيس الجمهورية سيد محمد الشيخ الغزواني يتسع المستشفى الجديد لذماننا سريرا ويضم وحدة للعمليات ووحدة للأشعة ومخبارا حديثا إضافة إلى توفره على كافة الأقسام الطبية ذات الأولوية المستشفى بسعة تتجاوز ذماننا سريرا وعدة أقسام طبية من ضمنها الجراحة والأطفال والأمومة ووحدة للعمليات ووحدة للأشعة بإضافة لمخبار وإدارة وملحقات وحالات مستعجلة تكلفة هذا المشروع تتجاوز 196 مليون وقيا جديد مدة فترة فترة الإنجاز تقدر بـ 18 شهر وتشرف وزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي على تنفيذ الأشغال حيث وصلت حتى الآن 10% وسيحقق إنجاز هذا المستشفى تطلعا كبيرا للساكنة في ولاية تتميز بموقعها الجغرافي الهام ترجمة نانسي قنقر